السلام عليكم اهلا بكم الوقتي هعمل معاكم فيديو بسيط قوي بيعرف الناس اللي هما زي حالاتي المبتدئين اللي معلوماتهم محدودة يعني عن الكمبيوتر وعن القنوات والكلام دوت فانا اول حاجة كنت بنسند من الصعوبات اللي قبلتني اللي هو ايه مش عارفة طبعا اعمل بس مباشر فاخيرا توصلت الفكرة بسيطة عرفتها فاقولت ايه اولها لكم يمكن تستفيدوا منها ازاي اه واقولها لكم بقى بالطريقة اللي انا فهمتها برضو عشان ايه اللي زي حالاتي زي ما بقول اه يعني يفهموه اه فانا اول حاجة ضربت على اه ضغطت على اليوتيوب وعلى علامة الزائد اللي بان من تحت دي بعد كده بيجيني ايه اه كلمة اه بس مباشر فانا بضغط عليها بعد كده بعمل ايه تدوير للشاشة بحيس ان هي متصورنيش لو انا مش عايزة اطلع بوشي لكن هسيبها كده لو انا عايزة اطلع بوشي عادي في البس مباشر لكن انا مسلا مش عايزة اطلع فانا بضغط على ايه العلامة اللي فوق دي الايكونة دي فبايه بيبان طبعا الخلفية هوت من تحت معنا كده ان الكاميرا بالباقي فانا بعد كده في انشاء عنوان هنا باكتب عنوان الحتة دي باكتب عنوان عنوان للبس عايزة اكتب اي حدا اكتبها انا بعلامة زياجي اكتب مسلا ايه امل بالنسبة لي يعني وطبعا البس بيبقى مباشر علني قصدي وبعد كده اه باطلع كده اه لم يتم تحديد خيار ان هو للاطفال او غير اطفال لازم نحدد الحتة دي فاجع السهم الصغير ده واخبط عليه كده فطبعا هو ايه الفيديو اللي هتعمليه بس مباشر وبانك عملك قناة يبقى ايه لا لا المحتوى ليس مغصصا للاطفال اضغط عليها يبقى انا كده حددت انه مش للاطفال هنا ايه هنا بيقولك لا اريد اضاحة الفيديو فقط للمشاهدين اللي تجاوز عمره ايو انا عملا للكبار الحتة بتاعت لا لا دي بعد كده بيبقى عندي العبارتين دول مزيد من الخيارات ومزيد من المعلومات انا باجي على اه مزيد من الخيارات ومعندي كلمة التالي في شاشة الزرق دي اجي على مزيد من الخيارات واعمل عليها كده واطلع بقى كده الفوق هتقابلني العلامة الترسي دي والاعدادات المتقدمة دي هتستفيد منها في اهاء او مطغط على الاعدادات المتقدمة هيبنى ايه السماح بالمحادسة يعني السماح بالمحادسة لو انت عايز حد يعلق معاك في البس المباشر واشترك معاك وطبعا عملها بس يعني حوار متبادل يبقى تسيب العلمة دي من وراء الزرق. عندك اعلان ترويجي لو قناتك متفعالة وحط عليها اعلان ترويجي وكده او مش متفعالة بتحطي بقى ايه بتضغطي على دي ايه تحتزرق برضو زي دي هتشتغل. ايه قناتك متفعالة وعايزة تحقيق الربح بايه تضغطي على كده. بعد كده انا عايزة ابدأ بقى البس المباشر. انا دلوقت عاملا بسماح بمحاسة ان فيه ناس هتدخل معايا وتتكلم معايا. عايزة عامل بس مباشر واصور اي حاجة محدش يدخل معايا بلغي ايه السماح بمحاسة. طيب انا عايزة بقى ابدأ بقى ايه اصور وعمل ايه ابدأ بقى البس المباشر او الحوارات بتاعتي. فانا ايه اقوم ايه اه العلمة ارجع بقى تاني عشان ايه الخطوة اللي قبلها. ارجع كده يديني ايه التالي. التالي اللي هو هنبدأ بقى ايه نضغط عليها. هتطلع لي بقى كده اللي هي ايه التقاط صورة مصغرة. فانا بكون مجهزة اي حاجة عشان ايه تطلع فيها دي الصورة المصغرة اللي هتطلع على الفيديو بتاعي. بابقى حطاها عشان ايه تطلقت لي الصورة المصغرة. في عندي عبارة تحت هناك اسمها البس المباشرة اهو. بس المحتوى مباشر هتضغطها عليها. يبدأ عندك ايه? يبدأ ايه? البس المباشر. اهلا اهلا بك في الدرداشة المباشرة. يبقى كده ايه? بدأنا البس المباشر بتاعنا. وابدأ معنا البس المباشر وطبعا الصورة اللي باينها لان انا ايه عاملة ايه? مش هزهر بوشي. لكن لو تظهر بوشك هتبقى الصورة بتاع بدل الصورة دي هتبقى صورة وشك هي اللي باينها. ويبدأ ايه البس المباشر اهو العالمة فوق انه هو بدأ ايه البس المباشر. هتبدأ بقى يجيلك التعليقات وتجيلك الاتصالات. وبعد ما بتخلصي بقى البس بتاعك المباشر. انا شايف العلامة دي ان هو بادئ اهو بقاله ثواني. اه بعد ما بتخلصي ده لو واشك هتبقى طبعا مسبتها الكاميرا. انا مسكة ده. الكاميرا بتبقاش بتتهزب. بيبقى الموبايل بتاعك مسبت قدامك. وخلصي البس المباشر ونهية حوارك بتتغطي على الاكس ديت اللي فوق. فبيقول لك هل تريد اقافل فيها? ايه الموافق? هتقفلي. بعد ما قفلتي بقى وخلص خلصنا كل يولي يبقى تم. هيبدأ ايه? 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 خلص الايه? البس بتاعك وفي خلص الفيديو. فانت بعد كده آآ بعد كده خلاص بيه? آآ تاخديه بقى هيتحول على قناتك وخلص البس كل مرة وانت طيب. واتمنى اكون افاتك بفكرة.